وليلي بقى ايه هو اصلا الميكرو بليدنج الميكرو بليدنج ده تكنيج جديد في مجال التجميل بقاله حوالي 3-4 سنين بس شكله جميل جدا ناتورال طبيعي جدا بيتعمل لكل الاعمار يعني البنات الصغيرة في الجامعة الناس الكبيرة الفئة المتوسطة هي يدوية عمل يدوي بعبارة عن شكل طبيعي جدا بيبقى بش اوفر زي التاتو بتاع زمان التقليدي اللي هو للسن الكبير لأ دلوقتي شكله طبيعي عامل زي ميكا بسري دي هو اسمه ميكا بسري دي الشكل بتاع زمان كانوا بيرسوموا الحاجب كده بخط كده مقدام ومرة واحدة كده وتقيل جدا هو ده بقى بصراحة ده القديم ده القديم احنا الوقت بقى ايه الشعرية هير باي هير كده صح ايوة شكلها لا ترى طبيعي جدا محدش يتخيل انتي عاملة حاجة هو بيبقى تصبيت لشكل الحاجب تمام او شعر بيمشي مع شعر الحاجب قوليلي بقى الاداية اللي بتستخدميه علشان تعملي شكل الحاجب ده يعني مثلا بتبقى ايه بتبقى بابرة اعرف فيه يعني ناس بتستخدم ابرة لازم الواحد ينزل دم من حاجبه تمام بيحقنه تقريبا تحت الحاجب وفيه ناس لا فاهميني انتي بتتعملي ازاي هو بص حسب البشرة الحساسة فيه بشرة فيه ستات كبيرة فيه ما تستحملش القلم اللي هو المرهم فيه بعد من حط المرهم بنستخدم ابرة تحت الجلد بانك عشان اولا تقدر تخلصي الحواجب في فترة صغيرة تمام وما تحسش بالقلم انما لما تحطي مرهم ليه فيكتو بيفصل على طول تلاقيكي مش عارفة تكملي وهي حاسة بالقلم فتعودي فترة طويلة انما ابرة البانك انا يمكن بخلص الحاجبين في نص ساعة تمام يعني اسرع ما هيك انها بتنظف حواجبها فالموضوع مسهل علي الحمد لله